السلام عليكم معكم علي اهلا ومساهم بكم درس جديد اذا كنت للمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعوم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن تدريبات عن استخدام الضمائر في اللغة الانجليزية ضمائر بحالة المفعول به وبحالة الفاعل وبحالة الصفات الملكية والضمائر الملكية لان اطيل في المقدمة مباشرة تابع معين هات الفيديو نأخذ العديد من التدريبات عن الضمائر ونشرح لماذا اخترنا هذا الضمير وما هو السبب تكلبنا سابقا عن هذا الضمائر بشكل مفصل تظهر معنا خلال الفيديو الاشعارات في اعلى الفيديو عن شرح مفصل لهذه الضمائر كما قلنا في بداية الفيديو نأخذ جمل ولدينا 4 اختيارات نختار احدهما نمبر 1 اول جملة افتح الباب دائما يكون الفعل بداية الجملة يكون امر يعني ما في فاعل اذا هذا امر مثلا درايف the car يعني سق السيارة وقد السيارة اشرب الحليب دائما اذا ابدأ بالفعل يكون امر يعني اطلب من شخصا يقوم بشيء ما اختصار لي اختصار لي ات از او يكون عندنا ات هاز لكن هنا ات از لاحظ نعرف الجملة الانجليزية بالاول يكون سبجكت يعني الفاعل بعدين يكون عندنا verb الفعل وبعدين عندنا complement تكملة الجملة او تتمة الجملة لذين هنا الفاعل بعدين عندنا verb الفعل اذا تذكرون اخذنا الضمار اربع مجموعات المجموعة الاولى بحالة الفاعل يعني تأتي قبل الفعل هنا از verb فعل يعني الضمير الذي يأتي بعد الفعل بيكون عندنا مفعول به لاحظ اي ضمير بحالة الفاعل يعني يجي بداية الجملة لدينا هنا جملتين هذه الجملة الاولى وهذه الجملة الثانية فعل تكملت الجملة طبعا هنا لا يوجد فاعل اذا هنا امر الجملة هذه بدأنا بالضمير ات هو الفاعل بعدين verb الفعل بعد يكون عندنا تتمة الجملة يكون عندنا بعد الفعل مفعول به اي بحالة الفاعل ذي ايضا بحالة الفاعل شي بحالة الفاعل اذا ضل عندنا احتمال واحد هو مي ضمير بحالة المفعول به من الضمير اي اي مثلا اي ايت the fish اا اكل السمك لا اقول give i give me اذا بعد الفعل نستخدم ضمير بحالة objective case بحالة المفعول به اذا اخترنا مي لانه عندنا از فاعل وبعد الفعل يأتي الضمير بحالة المفعول به is that your book on your desk is that هل ذاكة طبعا نعرف انه that is ذاكة يكون او ذلك يكون او تلك تكون اذا للمفرد البعيد يعني بعد ذات نستخدم از اذا اردنا نحول سؤال فقط نضع از في بداية الجملة is that هل ذاكة your book اذا كتابك اللحظ يور ضمير ملكي on your desk على مقعدك او طاولتك yes it is اسأل هل ذاكة كتابك يعني انت الاجابة راح تكون كتابي انا yes it is نعم يكون اللحظ مي ضمير بحالة المفعول به وليست ملكي لانه يسأل هل ذاك كتابك يجب ان نقول نعم كتابي هنا او it is not ليس كتابي اذا مي مستبعدة ضمير بحالة المفعول به انا اريد ضمير ملكية my صفة ملكية mine ضمير ملكي i ضمير بحالة الفاعل اذا نريد ملكية مي مستبعدة واي مستبعدة لدينا my ماين اللحظ ماي يأتي بعد اسم مثلا يقول ماي كار ماي نيم يعني اسمي سيارتي اذا ماي هاوس منزلي ماي يأتي بعدها اسم اللحظ هنا باخرة جملة لا يوجد اسم عند اذا نستخدم ضمير ملكي اذا اجابة yes it is او it's mine نعم انه لي اذا ترجم ماين لي بهذا الشكل اذا استخدمنا ضمير ملكي لانه في نهاية الجملة ولا يوجد اسم بعدها لو كان yes it is فراغ بعدين book يعني نعم انه كتابي استخدم my book لكن لا يوجد book مرة ثانية ونعرف ضمير الملكي تستخدم لعدم تكرار الاسم اذا اجابة هي mine my brother is a teacher اذا معلمي لاحظ هذه ماي اللي تكلمنا عنها لاحظ صفة ملكية يأتي بعدها اسم my brother يعني اخي is a teacher هو يكون معلم يعني يكون معلم works in a school اذا يعمل في مدرسة طبعا انتكلم عن اخي معت هو اللي يعمل he is هي اختصار لي he is او he has لكن مستبعدة لماذا لانه is فعل وهاز ايضا فعل مساعد حالة المضادعة التام لكن لاحظ فيه فعل بالانجليز لا يأتي فعلين وربعض وهي is ايضا مستبعدة لماذا لانه is فعل كون وايضا works فعل فعلين لا يأتي وربعضهم باللغة الانجليزية معت هو عدنا his وهي لكن لاحظ الفعل ماذا يأتي قبله يأتي فاعل يعني ضمير بحالة الفاعل his صفة ملكية اذا مستبعدة يجب ان يأتي بعدها اسم work فعل ماذا نستخدم نستخدم ضمير بحالة الفاعل اذا الاجابة الصحيحة هي he لماذا لانه he تستخدم كضمير بحالة الفاعل في بداية الجملة لان لاحظ لدينا جملتين كما قلنا هذا الجملة الاولى في عدنا full stop اذا نقطة معناها بعده في جملة ثانية الجملة الثانية ايضا يكون ترتيبها فاعل وفعل وتكملة الجملة اذا الاجابة الصحيحة هي he ضمير بحالة الفاعل لانه جاءت قبل الفاعل وأتى بعدها فاعل the people living next door are friendly الناس لي يعيشون يعني الباب التالي يعني هذا المقصد living next door يعني الجران الناس living next door يعني الناس العيشون بالباب التالي أو القادم إذن معناته الجيران يعني الجيران are friendly إذن هم بدودين I like a lot إذن أنا أحب بهم أكيد الجيران لاحظ like فعل verb they مستبعدة لماذا؟ لأن الضمير يأتي في بداية الجملة يعني مثل I يأتي قبل الفعل لاحظ there صفة ملكية لازم يكون بعدها اسم لاحظ لا يوجد اسم أيضا there's ضمير ملكي لا يأتي بعده شيء إذن like فعل يأتي بعدها ضمير بحالة المفعول به إذن أقول I like them a lot إذن أحبهم كثيرا لا أقول I like they ولا I like their I like theirs إذن نستخدم them ضمير بحالة المفعول به بهذا الشكل إذن نفكر بهذه الطريقة عندما نستخدم الضمار كما قلنا لدينا أربع نواع من الضمار أحمد's car is red space for a is blue تكون زرقاء يعني سيارة أحمد اللحظة هي نسميها positive S يعني S الملكية مثل نقول Ali's car يعني سيارة علي تعود على نسميها apostrophe S سيارة أحمد تكون حمراء لاحظ هنا في بداية الجملة لكن يكون عندنا فعل يظن الشخص يقول أستخدم I مثلا I I like it بعدها is مستبعدة وأيضا I مو من ضمن الخيارات لكن ممكن شخص يفكر بهذا الطريقة أنه جملة جديدة يعني يكون ضمير بحالة الفاعل لاحظ my mine و me مية مستبعدة لماذا تأتي بعدها الفعل إذن مستبعدة me he is هل نصلا نقول هو أزرق إذن تكلم عن السيارة إذن شيء غير عاقل إذن مستبعدة هذه ضل عندني my و mine my يأتي بعدها اسم لكن هنا فعل إذن ضل احتمال واحد هو mine mine يعني المقصد my car my car is blue يعني سيارتي تكون زرقاء لك إذا نكرر كلمة car مرتين نستخدم بدل my car نستخدم الضمير mine إذن تصبح هنا الإجابة mine is blue يعني ملكيتي أو سيارتي تكون زرقاء إذن بهذا الشكل أحمد car is red mine is blue we are going soon يعني نحن مغادرون حالا أو فورا أو ذاهبون حالا أو قريبا so لذلك لاحظ قبل سنة ضع فاصلة you can come with أنت أو يمكنك أن تأتي with us يعني معنا اللحظ نتكلم عن وي تأتي معا منه معنا إذن ذي مستبعدة لن نتكلم عن وي وذي أيضا مستبعدة ما نتكلم عن تأتي معاهم معنا ضلعدنا بين we و us دائما بعد نلاحظ فعل وإذن عندنا حرف جار with بعد حرف جار نستخدم الضمار بحالة المفعول به إذن نقول الإجابة هي us لن نقول with we هذا خطأ we are going soon so you can come with us يمكنك أن تأتي معنا thank you يعني شكرا لك for helping للمساعدة I'm very grateful I'm هي اختصار لي I am يعني أنا ممتن جدا grateful ممتن اللحظ for helping اللحظ هنا verb فعل لكن عندما يكون وضف لـ ing يكون gerund يعني اسم لن نقول for helping for helping he إذن فعلا لقيت بعدها ولا يكون عندنا شيء لأنه عندنا for حرف جار بعدها نستخدم الضمير بحالة المفعول به إذن for helping me لمساعدتي إذن thank you for helping me I'm very grateful أحمد أو أحمد would like to دائما نحفظ هذا التركيب هذا مع بعض would like to يود أن يرغب أن يعني يرغب أحمد أن invite يدعو to his wedding wedding معته حفل زفاف أو عرس لا نقول invite I invite فعل verb الفعل اللي أنضميره بحالة مفعول به يأتي بعده ولا يكون عندنا they invite they لازم يكون عندنا them ولا invite she invite her ولا invite I invite me إذن الخيار هو them invite them أن يدعوهم لحفل زفافه أو لعرسه إذن استخدم ضمير بحالة مفعول به بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم خذنا فيه تمارين عن استخدام الضمائر في اللغة الإنجليزية وشرح كيفية اختيار الضمير المناسب في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو وضع لك الفيديو اللي أصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته